السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات كديرين لبس عليكم هاني نتمنى تكونوا بخير على خير بصحة جيدة ان شاء الله ياربي انتم مولداتكم وكل معز عليكم كيف غادين معاهد البارد نتمنى تكونوا على خير وبخير والحمد لله على كل حال اللي جات في وقتها مرحبا بيها وكيف ما كتشوفوها البنات من خلال العنوان ديال الفيديو راه باين هاذي رفيصة ديال الزراح ديال البلبولة اللي كنديرو زوينا بزيت العود نيت هادا هي الفرصة لبنات هادا اول وقت ديال زيت العود يزيد زيتون موهم البنات هذي كنديروها احنا في المنطقة ديالنا بنسبة كيديرو هاتا هي بحلكة بحشكل دوازاتاي في القوت تيدي العشية كيديروها للنساء اللي بحرة نفيسات بحرة تكون المره والده كيديروها كيعرضوا على العائلة وكيدجمعو كيشربو بها اتاي مع الحلوة مع سفوف مع اي حاجة سهلة البنات جدا تقدرو تاكلوها بحلكية مع اتاي دبا وقت ديال البرد كتجيزوينة وصحية ومفيدة الجسم وكتعطى شوية ديال الطاقة موهمة البنات كما كتشوفوه هنا عندي البلبولة كتبقى الكمية اختيارية على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم كتشدوها كترطبوها شوية في الماء وانا هنا يا رطبتها في الماء غادي نزيد عليها هنا يا واحد شوية ديال السميدة هاد السميدة رقيقة البنات وفيها واحد شوية ديال ديال النخالة وغادي نضيف هنا يا شوية على الملح تهورك معارفي الملح اختياري غادي نضيف واحد صاشي ديال خميرة الحلويات اللي ما عندوش يضيف شوية ديال الخاميرة ديال العاجين وصافي وغادي نضيف هنا يا هادك شوية ديال السميدة اللي عندي وغادي نضيف الماء وغادي نجمع العاجين مهم انا شوية مني ضفت الماء كان عليها ما كانش علي نضيفه لانها البلبولة كان فيها الماء الكافي وغادي نزيد شوية زيت العود كما كتشوفوه لكن في نفس الوقت غادي نزيد شوية ديال السميدة باش يالله تجيني العاجينة هي هادك كيف ما بغيتها على هاد شكل البنات مهم ما كتكونش جارية بززاف وما كتكونش عودتاني مجموعة قاسها باش كتجي باش كتجي الخبيزات كي جور طبعين ما نحتاجوش نفوروهم كي اللي كيديرها وكيفورها وكي اللي كي انا مهم هدي الطريقة ديالي انا باش كنديرها كل واحده كيديرها طب صراحة اه مهم فكرة وطريقة ديال العاجين دياله كل واحده كيفاش كيديرها في المنطقة مهم البنات هنا انا كنشد المقلات ساخنة وغادي ندهنها بشوية ديال الزيت كي ما شفته وغادي نجمع واحد الكويرة صغيرة ديال العاجين وغادي نبقان بصطفية هاكه فوق المقلات كينا البنات اللي ما كيديرش الزيت كي اللي كيرش بسميدة ولا كيرش بالبلبولة النيت كيرشوا بها المقلات باش جي شوية في هادوك الحبات تاع البلبولة انا كتعجبني بحال هاكه كتجير طبا باش ما تجيش قاسحة نيت دكترايفات ديال اللي درتور البلبولة بلا مدرت تديروا الزيت كتجيش شوية قاسحة هاكه كتجير طبا وزوينا صفي البنات غادي نخليها الطيب على نار مهيلة ماشي مرتافعة بزاف حتى نحسبيها شدات راسها ملتحت غادي نضيف هنا واحد الرشيشة ديال سميدة وعادة غادي نضيف واحد شوية ديال الزيت كيف ما كتشوفوا البنات موي ما دير الطريقة ديالي انا وكيبقى اختلاف وغادي نشدها غادي ندورها على الوجه الثاني ديالها بالنسبة اللي بنات المبتدئات دي ما حضيوا مع المقلات اللي كان فيها الزيت تركت تحرق لي الدين دائما ارضو معها البال وصافي غادي نخليوها الطيب على خاطرها على هاد الشكل وغادي نضوزوا مباشرة غادي ناخدوا واحد الكاسرول كيما كتشوفوا غادي نضيفوا عليها واحد الكمية ديال زيت زيتون زيت زيتون البنات راه ديال البلاد ديال المغرب ديال معصرة ديال الواليد اللي يحفظون يا باقي ديال اول طحناء كيما كتشوفوا البنات راه كيفان تبارك الله اللون هو هادك ماشاء الله الله يبارك مهم البنات سوف نضيف عليه جوج حبات أو ثلاثة الباصل يبقى اختياري على حسب عدد الاشخاص سوف نضيف واحد شوية الحب برشاد كما تشوفون سوف نحرك الجميع وسوف نضيف البنات الزيت مع الباصل يتشحر مزيان فوق النار سوف نضيف خمسة دقائق مهم كما تشوفوا البنات الباصل رواب ده ينزل الحجم دياله صافي مهم هناك كما تشوفوا هذا هو الشكل وفي نفس الوقت الخبيزات يطيبوا لي في مقلات واللي طابت نحيدها وسوف نضيف المرحلة الثالثة التي سوف نضيفها هادوك الخبيزات سوف نضيفهم طريفات بحل شكل كما نفرتوهم على شكل طريفات كما تشوفوا البنات الخبيزات يجي ورطبين وشاش مهم البنات سوف نضيفهم طريفات صغيرة كما تشوفوا البنات كما تشوفوا البنات تدوش شكل ديال الخبز من بعد ما قطعته طريفات كي جي مفتت بحلاك مفتت بحلاك مفتت بحلاك كما تشوفوا مهم البنات هنا غادي نجيب واحد القصعة اللي غادي نقدمه فيها ولا الصحن ولا مهم هي هكا كتتقدم وعادة اللي بغاش يتقدموا معها طبي صلة صغار كل واحد يحط قدامه الكمية اللي غادي يبغي ياكل مهم هدا والشكل غادي نحاول ونضيفو هاداك الزيت بما ان الزيت ساخن راني كنستعمل بحلاك الملعقة وكان بقى نضيف فيه تدريجيا ومن بعد ما غادي نحسو بشوية بده كي يبرد غادي نحاولو ضروري البنات كي يبغي الخدمة ديالليد كما كتشوفو ضروري باش يدخل هاداك الزيت في هاداك الطريفات ديال الخبز باش ما تجيش جيها فيها الزيت وجيها اللا مهم غادي نضيف هناك الكمية اللي تجمع لي الخبز اللي غادي تجمع لي هاداك الطريفة ديال هاداك الخبيزة ديالنا ديال البلبولة كي ما كتشوفو البناتراه سخون بغيت ندير ايدي ولكن سخون ولكن غادي نحاول شوية احتوي يبالي هو هاداك وعاداك كي ما تشوفو غادي نبدأ نجمع فيه بالإيد ديالي باش تشوفو الطريقة كيفاش نجمعو انايا باش يدخل فيه هاداك الزيت كي ما كتشوفو البنات مهم غادي نستمر بحلقة ما بغيش نقطع الفيديو ما بغيش نسرع الفيديو باش تفهمو اه مهم هادا هو الشكل غادي نبقى ونديرو بحلقة حتى يدخل هاداك الزيت مزيان في جميع طريفات ديال هاداك الخبيزة ديال الحريشات كل واحد كيفاش كي سميهم احنا كنسميهم الخبزة الحرشة ما عرفتش واش كدير عندكم البنات في المنطقة ديالكم البنات اللي عندي كل واحدة من المنطقة ما نتمنى تخليوا لي تعليقات ديالكم اش من مدينة انتو ما واش كديروها كي ناشي طريقة اخرى كديروها مهم كل واحدة تخلينا تقالي ديال منطقة ديالها ونتمنى البنات في نفس الوقت اللي مك يعرفوها شي يجربوها ويدوقوها وردووا عليه الخبار ووصفي البنات هادا هو شكل ديالها هادا بصارت جاهزة هادا نضيف عليها هادا كشوية اللي بقى ديال الباصل مع الحب برشاد والبنات راسحية وحب برشاد راه معروف عليه تبارك الله مفيد للجسم وهادي اكلة صحية مية في المية نتمنى تجربوها البنات وغادي تنال الاعجاب ديالكم انا متأكدة ووخة البنات تدرت فيها بزاف ديال الزيترا ما كيجيش فيها ما كيجيش باين دك الجهد دياله لان طبع را كل واحدة غيا كل واحد المقدار اللي ما غاديش تاكلوا القصعة كامل را كل واحد غيا كل القياس اللي غايقتر عليه وصافيوها دوي شكل دياله النهائي البنات بحلكة كنقدموهم وبصحة والراحة البنات نتمنى تنال الاعجاب ديالكم نتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وموهيمة البنات شكرا بزاف على التعليقات ديالكم شكرا على البنات اللي كيجربوا الوصافات اللي بقت جداد عندي هنا مرحبا بكم البنات نتمنى تديروا واحد اشتراك لايك وتشاركوا الفيديو اللي اعجبكم مع الاهل والاحباب ديالكم وموهيمة البنات تدواش كل نهائي نخليكم مع تتمات الفيديو نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد الى الملتقى السلام عليكم